كان ابن المبارك رحمه الله صديق ابي حنيف عبدالله ابن المبارك يقول له الناس يا ابن المبارك تعالى ايدي اسمعنا فينادى عليه يقول لا لما وقال في زمن ابي حنيف يعني من تابع التابعين يقول لا انا اجالس الصحابة والتابعين واثارهم اما انتم فتغتبون الناس يعني بالله عليك ان رأيت من يشق عصى الطاعة ومن يفرق امر الامة ومن يزحزح ويزلزل امن المجتمعات قل في نفسك لو ان الرسول معي هل يسمع الى هذا هل يسمع لهذا الكلام هل ابو بكر يسمع لهذا الكلام درجل اراد ان يثير الفتنة في زمن الخليفة الاول رضوان الله عليه جاءه المؤلفة قلوبهم كانوا ناس من اكابر العرب وكان يعني الاسلام لم يستقر في قلوبهم جيدا فجاءوا ليأخذوا سهمهم في زكاة المال والمؤلفة قلوبهم سهم من الانصبة الثمانية قال لهم ابو بكر اذهبوا الى عمر ذهبوا الى عمر يا ابن الخطاب نعم قال نحن المؤلفة قلوبهم اعطنا امرنا الخليفة ان وارسل معهم كتابا قال كنا نعطيكم والاسلام ضعيف اما والاسلام صار قويا فلا حاجة لان نعطيكم فذهبوا الى الصديق يريدون اثارة فتنة في صلاة المغرب قالوا يا خليفة رسول الله انت الخليفة ام عمر قال هو ان شاء ليقفض الفتنة لا داعي لان تتدخل في مفاصل الامن المجتمعات حتى تهزها انت من الرجل مثبت لامن المجتمع الذي تعيش فيه